يا طولة كنتاكي في رمضان عامل ازاي؟ عايزين نعرف كده اخبار سرعة دليفري ايه؟ اخبار الجودة ايه؟ تعال نشوف السلام عليكم ورحمة الله باركاته ومعكم محمد عصام من قناة عصامية اخباركم معا عاملين ايه؟ كل تمام مشاهدكم كله؟ تمام بعد بقى نجاح في فيديو مكدونالز قلت بقى تعال نجارة في كنتاكي حالين دوقتي الساعة خمسة وعشرة والطبيعة في كنتاكي انه بياخد تقريبا ستين دقيقة ساعة وعشرة دقيقة في الرنج ده فهطلب دوقتي وهشوف هيجي امتى؟ وانا بقى بنمر على عرض معينة كده هقولوك عليه لما اطلبوا بحاجة يجي ان شاء الله يلا بينا طيب يا جمعة الحمد لله كلمتوهم وردوا على طول هضبطوا للقردة وقالها هيجي في حوالي خمسة وسبعين دقيقة لما حسبتها كده يعني المفروض يجي ستة ونص بالزبط ومشكلف ايه بقى؟ ان اصلا كنتاكي في الطبيعي الكوالتي بتاعته بتختلف يعني مرة حلو مرة وحش مرة صخت مرة برد فلما ده مرة بينا مصطر مش عارف لسه فنستنى كده ونشوف هيجي ستة ونص ولا؟ خليم سنين استنى هنا حطها والله اوكي وصل اخيرا واتأخر عشر دقايق جالي سبعة لثلت فقشتة حلو تعالى بقى لكم العرض ده عبارة عن ايه؟ طبعا امي كتعمل حسابها وعارفه ان هيتأخر فكتعمل مقارونا فاكلنا مقارونا وطمر وكده يعني زبطنا نفسنا تلاقوش يعني واجبة كنتاكي ما انا جبتها واجبة رمضانية اسمها رمضان فيستا عبارة عن تسعة كتع من الفراخ ممكن تجيبهم سبايسي وممكن تجيبهم عادي انا جبت مشكل جبت خمسة عادي واربعة سبايسي وجبت اثنين ريزو جبت واحد باربيكيو وواحد سبايسي ومعاهم بطوطس حجم عالي وكل سلو كبير وثلاث خبز اللي هو العيش وواحد لتر مشروب وكنت نسانين يقول لي المشروب اللي اتا عايزه بس ما قال ليش هو اجيب لي عنده بيبسي تقريبا اه هو اجيب لي بيبسي وبالنسبة لسعره عامل ربعمية واحد وعشرين جنيه تسعة وعشرين ارش مطاطس مناديل ده الريزو طبعا الوجبة دي ممكن تكفي اربع افراد ثلاثة فرنج ده البيبسي هو ايه الحكاية كان زمان كنتاكي بتجيب البوكس دوت تحطي في الفراخ بلش تجيبه معرفش ده حتى برضو افس الكلام في الشير بوكس تاع مكدونالز كان برضو بيجيب لك علم بك كده وكاتشب كتير وانا ممكن عشان طلب مكس بيقسبهم مش عارف نبدأ بالكل سلوك حاجة لطيف مش وحش طبعا قبل ما ندق نقول والآن حانا قتزوق ما ننساش بسم الله جاي ساعة قابل مرة دي وصل كل سلوك في نقط كده الجزر كتيرة جدا وفي نفس الوقت مليان سوس وساقع قوي الريزو انا جايب واحد سبيسي و واحد عادي بصراحة الطبق لا يشجع بصراحة الطبق لا يشجع حاسس ان الفراخ قليلة والسبيسي زابط لكن في البربكيو يشجع شوية ورحة طلعة طلعة قوي كمان بسم الله الرزو سو كويس وسخن ومسكر والله كاكواليتي فرمالغان والضغط انا شايف انه كويس انا امرت امام بحياتك الحرق من الريزو فانا اعرفش نصابه ايه طعم الرزو سبيسي مختلف تماما عارزه حرق بس حرقها فيه تحس كدا الحرقان مفيك fantasti جد متأكد مالحق قليل الليل جدها فيها مشغلة كذا اخلصنا كل الهزار ولكننا نطلق على الجد والفراخ في ملاحظة كده لاحظتها أنه لا تزيد أي تعليق ان هو ايه السبايسي و ايه العادي حطين عيش اوه لحظة بقى كده لحظة راجع بقى عشان ايه فيه غلطة استنى 9 قطعة فراخ و 2 ريزو كل 3 خبز جاي بلي بس 2 خبز كده عندي ليكم غيف خبز سجبها كنتاج بصوا هو من وضح كده هو مش محتاج يكتب السبايسي حاجة والعادي حاجة طلع كده سدر سبايسي و سدر عادي ونشوف الفرق هتلاقي السبايسي مقرمش اكتر اكبر اكتر حلو اكتر في الشكل اما العادي بغمئ شوية حسوك كده معمول بشتار مش اللي هو الحاجة الكريسبي لا العادي خالص طبعا معروف ان كده حد منكم دبه لي قال لي خلي بالك كل السبايسي سيبك من العادي شكل الفرخة من جوه هيت قول بسم الله طب صراحة مواد كنتاجي جاي حلو طعم البهارات واضحة يعني شوفوا كده مقالة دفكة بعمل كنتاجي تقريبا كده بقى لي 4 سنين بعمل بتاع كنتاجي الطعم ده غير مرتين تلابك كدير ده ما تلاقي تنبيلها واضحة كده وبينة في جوه الفراخ نخش بقى السبايسي طبعا للاسف كنتاجي بيعتبر الدموسة كطعم الفرخة جاي سخنا في نفس الوقت كأرمشة سبايسي أكتر بكتير واحدة بكتير والفرخة سبايسي بس السبايسي اللي هو ايه وانت بتاكل بتحس بالحرقان لكن لما تبلع بقى سنة شوية كده يبدأ بتحس بالحرقان في بقى كشغال بس برضو مش اوفر عادي وده كانت تجربتنا السريعة في كنتاجي وبصراحة متفاجئ قاط اخر علينا عشر دقيق ولكن اشتا بس الوقت المفاجئني ان هو جاي احلى من العامة العادية شعبت لي بس النهاردة كنتاجي جاي حلوة قولة وده كانت تجربت الشخصية حابة اسمع بقى تجربتك انت كمال لو كانت حلوة قولي ولو كانت وحشة برضو قولي تحت اسمع تجرب بعض وان يستفاد من بعض شوفكم ان شاء الله حلقة جاية سلام شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر